من البوابة الإلكترونية إلى التكنقراط إلى الورقة البيضاء تستمر الحكومات في العراق بتدبيج المشاريع والإصلاحات على الورق دون أن يكون لها داعم أو أرضية لتحويلها إلى واقع وكلما جاء رئيس حكومة جلب معه اقتراحات وحلولاً لأزمة لا تزال قائمة وتتفاقم أكثر فأكثر آخر ابتكارات الحكومة هي الورقة البيضاء التي قدمها الكاظمي وقد تضمنت عشرات البنود التي تدور حول الإصلاح الاقتصادي وحل الأزمة المالية بالاعتماد على ترشيد النفقات وزيادة الإرادات وتخفيض الرواتب والأجور وإعداد التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي وإصلاح قانون التقاعد وما إلى ذلك من خطوات لم يخطط لها لتكون عملية وسط بيئة سياسية فتكبها وباء الأحزاب وأنهكها الفساد كل بنود الورقة الإصلاحية معلوم لدى العراقيين عدم إمكانية تحقيقها ولم تلقى اهتماماً لدى المعنيين بها وخصوصاً متظاهر ثورة تشرين لكن أهم ما جاء بها والكاشف عن غايتها وهدفها هو الإشارة إلى المدة الزمنية لتحقيقها نحو خمس سنوات تحتاج هذه الورقة لإنجاز بنودها هذا ما أكده الكاظمي خمس سنوات تعني أن الكاظمي قد وضع أول قدم له في الانتخابات القادمة وستكون هذه الورقة الذريعة المثلى لاستمراره في الحكم يقول خبراء اقتصاديون لو منح الكاظمي عشرين سنة أخرى لم استطاع تحقيق بند واحد وذلك لتضارب جميع هذه البنود مع مصالح الأحزاب وخطط زعماء الميليشيات فكيف للكاظمي أن يقفز فوق هؤلاء جميعاً وهو ابنهم البار والحارس لمصالحهم حتى شركاء العملية السياسية أكدوا استحالة تنفيذ بنود الورقة البيضاء نواب عن تحالف الفتح وصفوها بالوعود الوهمية وأعضاء في جبهة الإنقاذ والتنمية أشاروا إلى خلوها من تشخيص الأسباب المباشرة لأزمات العراق واتجاهها في الإغراق بالتفاصيل للتهرب من تحميل التركيبة السياسية برمتها مسؤولية مصائب العراق إنها سياسة العصا والجزرة الخيار الأخير لشركاء العملية السياسية للاستمرار في حكم الشعب المضطهد